بسم الله الرحمن الرحيم الأخ محمد محسن المدير الإداري لمركز نماء ودعاني أن أنا ألتقي به في معرض القاهرة دول الكتاب وعدنا نتكلم في شوية حاجات وبعدين في الآخر عرض علي مجموعة من إصداراتهم عدت نقيت منها الكتب اللي في مجال اهتمامي والأخ ربنا يحفظه يبارك فيه قال لي أن الكتب هدية من صاحب المركز ربنا يحفظه يبارك فيه نبدأ مع بعض بأول كتاب هل سد باب الاجتهاد تأليف واق الحلاق ترجمة سعد خضر الكتاب من القطع الصغير والحجم 104 صفحة وزي ما قلت بلكده يعني طبعات مركز نماء ممتازة جدا جدا نقرأ مع بعض التعريف اللي موجود في الظهر لماذا هذا الكتاب؟ تعتبر مسألة الاجتهاد من المسائل المهمة التي قد أثرت قديما وحديثا ينطلق حلاق في هذه المقالة ردا على شاخت وغيره الذي زعم أن الشريعة جامدة متحجرة وأن مرد ذلك إلى ما زعم أنه انسداد لباب الاجتهاد يتتبع حلاق جذور هذه المسألة تاريخيا محاولا الجواب عن سؤال هل سد باب الاجتهاد ومن سده مين بقى وائل حلاق اللي هو المؤلف؟ أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة ميكجل كندية سابقا وحاليا بجامعة كولومبيا تتركز أعماله على الشريعة الإسلامية من أعماله الدولة المستحيلة والشريعة النظرية والتطبيق والتحولات وقصور الاستشراق المترجم سعد خضر باحث مصري وده تعريف لمركز نماء للبحث والدراسات بيكون موجود في ظهر كل غلاف وده الغلاف الداخل للكتاب وزي ما قلت أبلي كده عرضوهم ممتاز جدا هل سد باب الاجتهاد؟ هذا الكتاب هو الترجمة العربية لمقال وهو من الإصدارات الحديثة لمركز نماء ونشوف الفهرس الاجتهاد في أصول الفقه الاتجاهات المناهضة للاجتهاد واستبعادها من السنة الاجتهاد عمليا المجتهدون في القرن الرابع والعاشر الاجتهاد في الفقه والسلطة السياسية في القرن الخامس اللي هو الحادي عشر هجري مقابله ميلادي الاجتهاد عند الجويني والغزالي وابن عقيل دور الاجتهاد في تطوير الفقه ظهور تعبير انسداد باب الاجتهاد ومعناه الخلاف حول وجود المجتهدين السيوطي ودعاوي الاجتهاد والتجديد الاجتهاد بعد القرن العاشر وخاتمة أنا بأعتقد أن الموضوع ده مهم في مواجهة العلمانية لأن العلمانية بتدعي أن الدنيا بتتغير وأحوال الناس بتتغير فلازم كمان الشريعة والقوانين تتغير فلما أنت كمان تدعي أن ما فيش اجتهاد في الدين وأنه قد تم انسداد باب الاجتهاد فده هيؤدي في النهاية إلى ترويج العلمانية الكتاب اللي بعد كده كتاب قديم تم إعادة طبعه وهي طبعة مزيدة ومنقحة دي هنا الطبعة السابعة تكوين الملكة اللغوية وسلسلة تكوين دي سلسلة مهمة اللي هي بتنميك كباحث وتنمي ملكاتك وهكذا والكتاب تأليف الدكتور البشير عصام المراكشي نقرأ مع بعض التعريف اللي موجود في الظهر لأن اللغة العربية هي المعبر الرئيسي والأساسي لخطاب الوحي المتوجه للمكلفين ولأن جودة التلقي من خلالها تفهما ووعيا للدلالات والمرادات هي الخطوة الأولى لتجويد التطبيقات العملية لخطاب الشرع الحنيف ولأن اللغة العربية تأسست في بيئة العرب على نحو من السليقة والدربة وتأصلت قواعدها من خلال استقراء لسان العرب التاريخي وكذا خطاب الوحي الشرعي والاستلاحي ولأن الواقع المعاش بإشكالاته وانتكاساته أنتج فجوة وعجمة ذاتية للعرب مع لغتهم وباتت حالة التبعية الحضرية للغرب نازعة لأخص خصوصيات الأمة وأكثر حصونها تحصينا وهي اللغة العربية يطرح مركز نماء من خلال سلسلة تكوين هذه الدراسة التي سعى من خلالها المؤلف لتأطير مساق علمي لاستعادة دور اللغة العربية في مجتمعاتنا وسيرورتنا الحضارية ورصد في ثنايا البحث مواطن العطب التي أصابت محاضم تلقين وتعليم اللغة العربية كما رسم مسارا عمليا علميا لتنمية الملكات اللغوية الفردية ومن خلال مستويات وفروع العلوم اللغوية النحوية والصرفية والبلاغية والأدبية مع بيان أوجه التطبيق والتدريب تأتي هذه الدراسة التكوينية ضمن مشروعات المركز الساعية لوضع عدة أطروحات تكوينية تغطي رسالاته وأهدافه المتوجهة للباحثين والمتخصصين والمثقفين والهادفة لتنمية الملكات والمهارات الشرعية والفكرية لو أنت طالب علم روح دور على سلسلة تكوين دي كلها وهتنفعك يعني وده تعريف بالدكتور البشير عصام المراكشي طبعا هو مشهور جدا كاتب وباحث من المغرب حاصل على شهادة مهندس الدولة في الاتصالات حاصل على شهادة الإجازة في العلوم الشرعية وكذا 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 من إسهاماته البحثية شرح منظومة الإيمان والعلمانة من الداخل وهكذا لو بصنا على الفهرس هنلاقي القاتي مقدمة ومدخل تمهيدي والمبحث الأول منزلة العربية من الدين والمبحث الثاني الملكة اللغوية وبعدين في الباب الأول عقبات في طريق تكوين الملكة اللغوية وبعدين الباب الثاني خطة عملية لتكوين الملكة اللغوية وتكلم عنها بالتفصيل وبعدين الخاتمة وملحق قائمة كتب للقراءة في الأدب واللغة يبقى هو باب أول عقبات وباب ثاني خطة عملية لتكوين الملكة اللغوية الكتاب اللي بعده وقرنه بالكتاب الأول الكتاب الأول هل سد باب الاجتهاد؟ هنا الكتاب ده اسمه التقليد والاجتهاد في أصول الدين ما الناس بتتكلم في موضوع التقليد والاجتهاد هو ينفع في كل حاجة الاجتهاد ينفع في الفقه وينفع في العقيدة ينفع في أصول الدين التقليد ينفع في العقيدة التقليد ينفع في الفقه طب الاجتهاد ينفع في الفقه طب الاجتهاد ينفع في العقيدة فهنا هو بيتكلم عن التقليد والاجتهاد في أصول الدين قطروح الدكتورات تأليف الدكتور ياسين السالمي من سلسلة دراسات شرعية نقرأ التعريف اللي موجود في الظهر لأن مساءل أصول الدين كانت مثار نزاع بين طوايف الأمة المختلفة إذ بمقابل الفقهيات التي يعتبر الخلاف فيها خلافا في جزئيات ظنية اعتبرت أصول الدين كليات قطعية بما في ذلك المسائل الخلافية بين الفرق الإسلامية ومن ثم أوجبت هذه الفرق القطع في الاعتقاد على المقلد الذي أوجب عليه أكثرهم النظر والاستدلال بالأدلة الجملية وعلى المجتهد الذي أوجبوا عليه إصابة الحق في كل مساء الاعتقاد بجميع مراتبها ومن خرج عن ذلك من الفريقين حكموا عليه بالتكفير أو التفسيق والتبديل ففي الوقت الذي أصبح فيه مفهوم أصول الدين عند جمهور المتكلمين معتزلة وأشاعرة مرادفا لأصول المذهب وأصبح فيه مفهوم العلم مرادفا للقطع واليقين المشروط بالنظر والاستدلال أصبح القول بمنع التقليد والاجتهاد في أصول الدين نتيجة محسومة إذ لا اجتهادة في قطعي والتقليد ليس طريقة إليه الدكتور ياسين السالمي خريج مؤسسة دار الحديث الحسنية جامعة القرويين المغرب باحث متخصص في علم الكلام أستاذ زائر لمادة الفرق وعلم الكلام وهكذا فيهرس الكتاب كبير شوية الباب الأول التقليد في أصول الدين ومتقسم في مدخل تمهيدي وبعدين فصول الفصل الأول الخلاف الكلامي في حكم التقليد في أصول الدين وبعدين الفصل الثاني أثار الخلاف الكلامي في حكم التقليد في أصول الدين والباب الثاني الاجتهاد في أصول الدين وبرضه متقسم فصول الفصل الاول الخلاف الكلامي في مسألة الاجتهاد في اصول الدين والفصل الثاني اثر الخلاف الكلامي في مسألة الاجتهاد في اصول الدين في الخلاف في حكم المخطئ في اصول الدين في هنا في الاخر خاتمة وملاحق وبعدين في فهرس المصادر والمراض ممكن الكتاب ده ما يكونش مناسب لكل الناس لكن انا ظني انه قريب بالموضوع الاولاني موضوع الاجتهاد موضوع التقليد والاجتهاد أنا بعتقد أن المسألة دي هي مش قضايا فكرة معصرة لكن هي ليه علاقة بالبديل العلماني وإزاي الإنسان المفروض يتقبل الدين هل يجوز التقليد في أصول الدين هل يجوز الانشتهاد في أصول الدين وده برضو هيبقى له علاقة بالمدارس التنويرية اللي بتحاول بقى تكتهاد في أصول الدين وهكذا ولكن طبعا الكتاب بيتكلم في الأساس على الخلاف اللي موجود ما بين الفرق الإسلامية المختلفة الكتاب اللي بعد كده بعنوان الاستدلال في علم الكلام الأشعاري تأليف الدكتور يوسف مدراري وهي أطروح الدكتوراه نشوف مع بعض التعريف اللي موجود في الظهر لأن علم الكلام الأشعاري لم يكن نظرا مقتصرا على القضايا المعهودة في أصول الدين بل كان تشريعا للعقل السني فإذا كان علم أصول الفقه قد اتطلع بالتشريع للميدان العملي فإن علم الكلام ظل يروم التشريع للعقل العلمي ويحدد الأدوات المنهجية والعقلية بما ينسجم مع نصوص الوحي تسعى هذه الدراسة إلى تتبع المنهجية الأشعارية في الاستدلال والكشف عن علاقتها المفترضة مع التقاليد المنهجية الأخرى كما تسعى إلى التعرف على القضايا المنهجية المتعلقة بالاستدلال التي شغلت المتكلم الأشعاري الذي لم يكن وحده في هذه الساحة الفكرية معلن لا تتوخى هذه الدراسة بحكم الأهداف التي رسمتها وبحكم المنهج الذي نهجته التقويم وإصدار الأحكام والتقييمات كيفما كان نوعها كما لا تسعى إلى المفاضلة بين الأراء أو الانتصار لمذهب دون مذهب أو لموقف عقدي دون غيره وإذا كانت هذه الدراسة قد محضت للأشاعرة فإنها قد استعانت ببعض المتكلمين المحسوبين على الحنابلة ممن يتقاسمون والنظار الأشاعرة مشروعية النظر العقل الحجاجي وبعض المعتزلة لوجود القواسم المشتركة بين الأشاعرة والمعتزلة أنا طبعا مش أشعاري وكاتب الكتاب أصلا مش أشعاري لكن في باب القضاء الفكرية المعصرة ومواضيع المانول الحد ممكن تبقوا ترجعوا للفيديو اللي أنا عرضت فيه ثلاث كتب منهج السلف منهج الصوفية منهج الفلسفة الإسلاميين في إذبات وجود الله ووحدانيته وصفاته وهكذا أنا حابب أتطلع على المناهج المختلفة الإسلامية في الاستدلال سواء العقلي أو النقلي ومقارنتهم منهج السلف لو بصينا على فيهرس المحتويات هنلاقي الباب الأول الاستدلال في علم الكلام الأشعاري السياق والتصنيف والمبادئ قضايا منهجية في الدرس الكلام الأشعاري المتكلمون الأشاعرة ومحاولات الاستقلال المنهجي في الاستدلال مبادئ المنهج الأشعاري في الاستدلال تصنيفات الاستدلال عند الأشاعر وبعدين الباب الثاني تلقي المنطق واستثماره في بناء الدليل في علم الكلام الأشعاري وفي هنا طبعا فصول المنهج الأشعاري والموقف من المنطق الجدل على الطريقة الأشعارية نقد الموقف المنهج الأشعاري وده كويس وبعدين في خاتمة ولائحة المصادر والمراجع آخر كتاب هنعرضه النهاردة شرح الحديث النبوي دراسة في التأريخ للعلم والتأصيل له وتقويم المصنفات فيه والتدريب عليه للأستاذ الدكتور الشريف حاتم ابن عارف العوني الشريف حاتم العوني مجهوداته في موضوع مصطلح الحديث ودراسة الحديث والسنة معروفة لكل طالب علم الكتاب ده مجلد كبير ومطبوع بجودة عالية جدا أنا أظن أن سعره في المعرض كان حوالي 250 جنيه هنا كتبين أن الثمن 35 دولار أو ما يعادلها لماذا هذا الكتاب؟ لأن للسنة النبوية مكانة مركزية في عقايد الإسلام وأحكامه وأخلاقه وقيمه وتصوراته فهي الوحي الثاني والقدوة المنزهة والفهم الصحيح عن الله تعالى ولذلك لا غرابة إن عظمت عناية المسلمين بها جمعا وحفظا وكتابة وتقريبا وتمييزا بين ثابت ما يروى منها وما لا يثبت وفقها واستنباطا وهكذا جاء فقه السنة وفهم أحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أولي أوليات علوم الإسلام وضمن أساس كبير من أسس فقهه وقاعدة لمعرفة عقائده وتعليمه وإرشاداته ولا يمكن أن يصح إسلام امرئ إلا بالسنة وباعتقاد وجوب الاقتمار بأمرها والاقتداء بهديها لذلك عظمت عناية علماء المسلمين بفهم السنة النبوية وبشرح أحديثها حتى لم يفق عنايتهم بذلك إلا عنايتهم بالذكر الحكيم القرآن الكريم فكان لزاما على المتعلمين ودارس علوم الشريعة أن يدرسوا منهج شرح مرويات السنة النبوية وأن يتعلموا خطوات شرحها وأن يتدربوا عمليا على خطوات هذا الشرح وأن يعرفوا كتب شروح الأحاديث ومناهجها على كثرتها وأن يقفوا على المتميز منها ووجوه تميزه حيث إن ذلك كله مما لا غنى لهم عنه ومما لا يصح التقصير في طلبه هنا لو بصينا على الفهرس هنلاقي القسم الأول التأصيل والبيان النظر التعريف بعلم شرح الحديث نشأة علم شرح الحديث خطوات شرح الحديث أهم شروح الحديث ومميزاتها وهنا خلي بالك بص الموطأ البخاري مسلم أبي داود الترميذي النساء بن ماجر الشافعي شغل ممتاز في استقراء التراث المتعلق بشرح الحديث القسم الثاني نماذج تطبيقية من كتب شرح الحديث وجاي بمجموعة نماذج يعني الموضوع الناحية العلمية وناحية تطبيقية بعد كده فيه مجموعة من الملاحق ودليل الموضوعات اللي احنا بنقرأ فيها أنا بعتقد إن الكتاب دا لا غنى عنه لطلبة العلم اللي بيتعامله مع الحديث النبوي الشريف خصوصا المهتمين بالرد على الشبهات حول الأحاديث النبوي الشريف الكتب اللي احنا عرضناها النهاردة من إصدارات مركز نماء للبحوث والدراسات ححط لنك صفحة الفيسبوك تحت في وصف الفيديو لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوموا مشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف إن هذا المحتوى استحق الدعم والرعاية فقم بالزيارة لصفحتنا على بيتريون أو بيبال أو حتى قم بالإنساب للقناة ستجد لينكات كلها تحت في وصف الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل وإلى أن نلتقي في معرض آخر للكتاب بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة